مرحبا مرحبا معكم توني واليوم سوف نحكي عن فلترز اليوم سوف نحكي عن فلترز شو هنالفلترز انت بيستعملوا ليش بيستعملوا شو بيفيدوا كلها الأسئلة بطبيعة الحال في كتير فلترز وكل واحد بيستعمل لسبب معين بكونتكست معين بس اخدكم على الفلترز اللي انا بستعملون ولا شو وهيكا تأخذوا فكرة وإذا كانت أسئلة عن غير أنواع فلتر كمان بليز اضعوا في التفاصيل وفينا نجحة نحكي عنهم بالتفصيل بفترز أولا سوف نبدأ بالباسيك فلتر وعندما تشتي لانس من محل دائما ينصحوك بـ UV filter UV filter هو عبارة عن رنج في قلبه مقابل 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 بسيطة بسيطة UV لكن ما يستعملون لا تفيد للـ UV إلى غير استعمالات منذ الأول من الممكن أن تفيد كما تفيد كما تفيد بسبب كما تفيد على الأفضل أو تركب الهدف منه بسيطاً أكثر الأوقات تستعمل حماية للأزاز الجويني يعني بما أنه تضع على الأزاز من بره والغبرة ما بتفوت لجوه إذا بالغلط ترقت الأزاز تبعك بشي شغلة هذا سيؤثر هذه اللي بتنكسر أو هذه بتنجريح وبتضل الأزاز تبعك جديدة أرخص بكتير تغير فلتر على أنه تغير الأزاز شخصياً أنا ما بحب استعمل يوفي فلتر ما بلية العازة والموضوع الثاني الأهم أنه أنا بفضل وأي رأيكمان وتتكون عامل إنفاسم وشاري لنس معينة وتجي تجيب شقفة أزازة مش معروف كورتي تبعها وقدية إفشنت وشو بتأثر وتزيدها على قدام اللنس تبعك عم بتخفف من الكواليتي تبعك بسيقياً الأزاز الغلاس كما تزيد الغلاس كما تزيد الغلاس كما تخفف الكواليتي وشاري لذلك أنا شخصياً لا أتساعد تستعمل يوفي فلتر وكماناً اللنس بالنهية لا تستطيع أن تتجار بس بس في إلي عازلة وماناً لكي تكون عم تصوير رينج فاندر كاميرا ليه؟ رينج فاندر كاميرا كما نعرف عندك الفيو فاندر على الشمير تطلع فيه انت ما بتطلع من قلب اللنس تطلع عن جنب واللنس موجودة تحت لذلك اللي بيصير انه وقت تكون حاطد كاف يكبر من الدم وتطلع انت بمحل عم تصوير بتشيل الكاميرا بتحطيه عم تطلع ثرود ما رح تعرف انه فيه كاف على اللنس ومسكرة لانه البيو فاندر مفتوح عم تطلع ثرود مباشر لقدام لذلك فيك تاخد صورة رح تلاحظ انه الشطر طويل بس انه حتى اذا ما لاحظت فيك تاخد صورتين وثلاثة وبعدين تلاحظ انه الكاف مسكر اللي انا بحب اعمله خاصة بس بالرينج فايندر كاميرا يعني الفيلم رينج فايندر كاميرا اللي بحب اعمله باسيكلي انه حطيه فيه وبتركه على اللنس كل الوقت اذا حطيت اللنس بالشنطة او ماهو ماهو اذا ثربت شمال يمين دائماً محمية اللنس وفي نفس الوقت اذا اضع تصوير ماهو اعمل غلطة واخد صورة وين الكافر تبع اللنس يكون مسكر هذا نفس الاسم هذه بالشنطة بالشنطة يوم الثاني ثم لدينا الفلتر الملوانين في هذا الموضوع لديه اثنان ثم لديه لون الاحمر و لديه لديه فل دي وهو شوائي هكي كايندوف بيربليش والاحمر لديه كمان الاصفر و فيه غير الوين فيه الورنج اللون البرداني و لون الاخضر و لون الازرق سوف أحدث عن هذه المشكلة فل دي فل دي كانت تستعمل منذ ذلك في الكاميرات الفلتر الآن لا يريد الكثير ممكن ان تصور مرحباً بل الهدف مننا مضبوط منذ ذلك كانوا يعملوا الكاميرا كانوا يعملوا الكثير منهم لأهلاء يعني الهلاء يعني الهلاء لأهلاء اذا تصور مرحباً و فلوريسنت لديه لديه غريبة هذا سوف تستعمل قليلاً و تستعملها اذا تصور مرحباً محل ما فيه فلوريسنت بس هلا ببعضاً هذا ليس جدًا خاصةً اذا تصور ديجيطال كمانا يوجد تصور الكاميرا دقيق و تصور فيه ترجع تحولهم و تلعب فيهم ليس جدًا الأحمر هو فيه ببالشو إذا بدك من الأصفر أورنج أحمر بيقوه شوية و عندك الأخضر والأزرع والأزرع أيضاً سأتحدث عن الأحمر أنا بستعملها أكثر أكثر أكيد لا تستعملهم على فلم لأنه سيطلع عندك صورة لون أحمر تستعمل على فلومة الأبيض وأسود ماذا يفعل الأحمر؟ أولاً تقوم بالأحمر تقوم بالأحمر تقوم بالأحمر لذلك يخفف يعني يخفف الضوء الذي يفوت على الكاميرا بـ يعني بمعنى إذا كنت تصور فلنظر 5.6 فلنظر إلى فلنظر 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 نفس الخبرية فلنظر 800 فلنظر 200 فلنظر لكن ما يفعل الألوان؟ ببعض ببعض لون في هذه الحال الأحمر يخفف لون الأحمر ويعكس يعني بمعنى يغمي كل الألوان عكس الأحمر نحو مثل الأزرق لذلك الأزرق يسبب أن يفوت أكثر يظهر والألوان اللونة أحمر أو أورنج أو أورنج يفتحهم يعني إذا تصور السيارة لونة حمرة بتبين كتير فاتحة بتقرب على الأبيض بتلعب بالكونتراس إذا بدك وإذا بتصور مالي أنا بستعملها فور لانسكيب إذا بتصور لانسكيب وفيه السماء وفيه غيوم اللي بيعمل هو أنه بيغمق لون الأزرق كتير بيصير دارك جري سيعت الغيوم بيقبوا أبيض بيبين الغيوم أوضح بكتير مهدومة وبالدجال يمكنك تعملها في بوص وليس بإذن ذلك هو جميل لديها سنذهب إلى الانتراسة والتعبير 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 في التعبير بيعمل دجال في المتابعة هل ترى ما يفعل الهدف من الالتراس تسمع كثيرا والتعبير والشامل سيكونوا بولاريزد شو بيعمل ببولاريزد؟ ببولاريزد بشي للريفلكشن بمعنى اذا انا عم صور لايك او عم صور بحر تعرف الموش بيكون عم بيطلع وينزل وكله عم بيلمع لمعلمات ببسكلي هيدا الشيء ببولاريزد بيجي تو ألمانس زي ستين اذا ردك ويبروم بها الشكل بتبرم واحدة بعكس التانية اللي بيعمل بتبرمها تقصد الريفلكشن بيستعمل 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 والسماء بيصير زرق أكتر بيستعمل بيستعمل كثير بالتصوير مثلا برودكت فوتوغرافي او عم تصور سيارات كل شي فيه حديد نايلو بيعمل ريفلكشن لأصاص بتحط الفلتر على الريفلكشن تتعبوه بيستعمل 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 اذا كنت تصور لتسيارة او قبل تصور ما بتقشع شو في قلب السيارة لأنه لاعزيز بيكون عم بيعمل ريفلكشن بيستعمل بيستعمل مثلا شيء خاصه بالفيس أو كريمز أو شيء من النوع تعرف إذا الوجه فيه مدهن أو فيه لمعة هايلي فيه شيء له بشير رفلكشن طبعا الضوء على الوجه سوى بتبين سكن أسبب ممتاز وكمان رح أحكي عن هون مبين شوية أكبر عديد أكبر مما هو فيه شيء اسمه ستيبا برينجز وبي مفاكبت شاشل هلا رح أحكي عنه بعد شوية بالآخر هذا الشيء بس لتقدر تستطيع الفلترز بمعنى وتشتري الفلتر تما تجيب هو بجوئيسات حسب لانس ممتاز من قدام تما تجيب لكل لانس عندك فلتر حسب الإياس ربعة بتجيب أكبر إياس ممكن في هذا الوقت ليس أكبر شيء بس هذا الوقت 77 مليمتر ويتجيب ستيبا برينجز اللي هن باسيكلي على هيدا الشكل اللي بيعملوا انه مثلا هذا هو من تسعة واربعين مليمتر لاثنينة وخمسين فيك تطلع مثلا لاتسان التسعة واربعين لالسبعة وسبعين لذلك تستعمل واحد فلتر على مليمتر مليمتر وهو باسيكلي رخاص ما بيكالفوشين تستعمل انا اللي عملته انه ركبت كل اللانسات اللي عندي تيوصلوا للا 67 مليمتر وموصد مليمتر فلترس ار 67 مليمتر ويتشيلوا متركبوا على الكل بلا مليمتر مليمتر تصبح واحد وواحد 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 اوكي تنكفي ما عنا في عنا في عنا هذا مهم هذا مهم سوف نتحدث عنها وهي اندي فلتر ما يفعل اندي فلتر و ما الفرق بين و بين فلتر اندي فلتر يستعمل في الفوتوغرافي ويستعمل في الفوتوغرافي كثير من الأوقات يكون لديك لانس مع تصل إلى F2 F1.8 F1.4 وتكون عندك نهار مشميس وضوء حتى لو نزلت ISO 100 يضوء كثير قوي ما فيك تصوير 1.4 أو F1.8 لا يستعمل عميس ويستعمل كثير قوي ويستعمل بعد نهار ويستعمل فلتر 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 ما يفعل اندي فلتر اندي فلتر 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 يخفف الثم فلتر فلتر تغمق الصورة كليا فجاء بفتحه بيفتح عندك ملتبل انديز باسيكي بتحطها و تتحكم بالإكسبوجر طريقة تتحكم بالإكسبوجر طريقة تتعوز الفوتوغرافي هي إذا بدك تصور بالنهار بمعنى إذا أنا بدي صور مثلا في عندي نهر أو شلال أو بدي صور مثلا الفوتوغرافي أو بدي العالم يكونوا هكا عم يتحركوا بنهار مافيك تعمل إكسبوجر ثانيتان وثلاثة وخمسة ثواني وست ثواني مافيك لأنه بفوت كتير ضوطة تطلع صورة حتى لو نزلت الأبرتش للF-16 وF-22 والISO حتى 200 مافيك تعمل إكسبوجر بهالحالة كمان تستعمل وخمسة ثواني لذلك تغمي تصبح حاجة لأكتر ضو تصبح طويل تصبح طويل تصبح طويل تصبح طويل تصبح طويل أهم شيء في الفيديو لماذا؟ سأتحدث عن أخرى سأتحدث عن التفاصيل هذا الموضوع الآن سأذهب إلى السريع بسيطة الفيديو عندما تصبح الفيديو تصبح ملتبال فريمز برساق يعني كذا صورة بالثانية ونجمع مع بعض ويتصبح لديك فيديو مثلا من زمان عيام بسيطة 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 فيلما يستعمل 12 12 فريم في سنة أو 16 فريم في سنة وكذا لذلك تلاحظ أن تقضي شوية تشعر تشعر كالروبوت المظموعة المظموعة هو 24 فريم إنها مرحة هناك محلات من المناطق يستعمل 24 فريم في محلات يستعملوا 25 فريم بالثانية وفيه كمانا المظموعة يستعملوا 30 فريم بالثانية إذا بدك تروح إلى إلى إذا بدك سلو موشن فيك تروح إلى 60 فريم بالثانية ترجع تقسمهم تيوصلوا إلى 30 أو 24 تقسمهم ويصبح مرتين سلو موشن أو وفيك تروح 120 فريم بالثانية تقسمهم على 4 أو 5 مرات ويصبح 240 فريم يعني تفرق حسب الكاميرا أيضا هذا الموضوع ما أقوله تستطيع تأخذ الموشن هي تتحرك إيدك أنت لا ترى 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 تتأخذ هذا الفا بالمبدأ فيه رول 180 ديجري رول بمعنى حسب حسب الفريم اللي أنت بتنقيون لسي 25 فريم بالثانية عم بتصوير تستعمل الشتر سبيد يعني خمسين من الثانية مثلا بمعنى لترى مثلا إذا أتعلم بمعنى 120 فريم في الثانية بمعنى 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 لا يوجد 240 بمعنى 250 من الثانية بمعنى هذا بمعنى إذا أرى مثلا بمعنى بمعنى لكن تلاحظ بمعنى 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 24 فريم وحطت 50 من الثانية ومعنى بمعنى ستصبح صورة ضوعة بمعنى 50 من الثانية بطيق الشتر بمعنى 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 لا تستعمل بمعنى حاليا 80% 90% من الأوقات حتى تصور تصبح بمعنى أو فقط هناك بمعنى 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 تذهب أمر ومعنى جيد في المعنى فقط في المعنى ومعنى ومعنى فقط فقط هذا فقط يمكن فقط بمعنى فقط أن فقط 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 سوف نبين عليكم شوان هيدا كله مخطط هيك مزيح كأنه مجروح كله عشاكل تريانجلز من فوق لتحت شو بيعمل هيدا الفلتر؟ سبيسيفيك على اخر يبدأ قولة كروس فلتر عندك هي كروس باي ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او اللي هو هيدا وقتا كم عم بتصوير لتسيب بالليل وفي ضو بيعطي هيدا الفلتر النجمة الضوط عقولك بيصير يعطي الفلتر نجمة بها الحال عندي باي سيكس يعني بيين نجمة من ستة ازيحة يعني ستة اجز بيستعمل كمان محلات معينة لاتسي اذا عم بتعمل بيوتي شوت او شي خاص بالفاشن او شي من هالنوع محل مثلا الماضل حتى مثلا كيندوف جليتر عوجها اذا لبسي تسيب كمان الاجتماع ج POW سيطل انتهت من هذه الشيطر وايضا لنجمة الجميل انتهت بيوم الاجتماع سأعطي شي بك بعد عندي كمانا ايضا اكيد سمعين ما عم نحكي كتير فوتوغرافي اذا بدي احكي عن الفيديو من زمان كان اول ما بلشوا يصوروا الفنومة اذا بتلاحظوا الفورمات تبع فين كان مور سكوارش او كان اكتر هيك مربع بعدين انتقلوا الى الوائد انجل وصار في استعملوا شي لانسز انتقلوا انمورفك ماذا الانمورفك؟ كان يصوروا فيلم اللنز تجي شوية ممغوطة بالطول وكان يمغط الفيلم بالطول وتيوصلوا على البوست يمغطول الفيلم باك مثل اذا بدك بيكبسوا الفيلم وكان يصوروا الاسود من فوق اللتر بوكس من فوق ومن تحت ويصوروا فيلم ويصوروا فيلم ويصوروا الوائد انجل ويصوروا الوائد انجل مجموطة بالطول وعندك فلتر بيكبسوا انجل ويصوروا مجموطة بالطول موجودة بحالة انا هذه ايضا هي عبارة عن كارتوني سميكي السيطة وحطيت بتعمل دايكوت بنصها وحطت له هذا الزيح اللي هو عبارة عن خيط مسيس طبع السيب الترانسبيرنت شو بيعمل هدا الشيء بدك في استعملها باسيكلي على لانسز فوق ال 50 مليمتر وطلوع الكرميل لا يطلع عندك بنيات كتير اوي اسود لانه بديك لانسز يطلع كتير بنيات اوي وهذا الزيح بالتحديد اللي انا مرح احطوه اللي بيعمل بيخد كيف الانستار بيعمل نجوم هدا ويضرب الضو فيه انا فطت الضو شمال ويمين وبيعطي هدا الافاس سينماتيك على الاخر خاصة بالليل اذا فيه اضوية بيعطي هيك الزيح من الشمال ال اليمين مجددا افاكت مش عطوب تستعمل بس مجددا اكثر هذا بونس مجددا هذا ليس فلتر ولكنه فلتر بطبيعات الحالة اتروح تنوع بتصوير الفلتر شوي تحطو و تشيلو بمحلات معينة اذا انت مثل انا بصوير او بصوير فوتو او بصوير فيديو او ابدين قل بيناتون بحاجة لاندي فلتر او مش بحاجة لاندي فلتر شوية مزعجة كل موقع تحطو الى الفلتر تحطو بمحل تحطو بشيبتك من انه مجددا واحدة هي فلتر او هذا الشكل يفتح هذا الشكل و عندك الفلتر من هنا يركب على الانس و يركب الاندي على هذا الشيء هذا الشكل اذا انت تصوير يجب ان تحطو الاندي يمكن ان تخلو الاندي على الشكل و عندها ادخل الاندي و عندما تكون اخراج لاندي فلتر فلتر او او ايضا و عندما تكون اخراج تحطو بكل بساطة و عندك فلتر موضوع و موضوع و في الاندي كثير مفيد في هذا المحلات هذا كان حديثنا عن بعض الافلترات التي انا عندي اياهم اكيد هناك أساسياتي كثيرة ولكن هؤلاء اللي انا بستعملون احبت تشارد الموديون ان شاء الله كنتوا انا بعت في شغلة انسيتها لانه محتوطة على اللنس اللي هم سور فيها هناك شيء هذا الفلتر بعد كثيرا عالم يستعملون خاصة في فيديو في هوليوود يستعملون الكثير لكنهم لا يصادرون عنهم كما نعرف الآن عالمهم ركواني المغادي ركواني المغترد يعني مرصبت في سنما العالم الزواج فهو ابداعات بدهن أكثر الشارف بدهن لتشاهده وبدهن يشوفوا التفاصيل لكن الكثير من الناس يجب أن تتشيل المودة الديجيطال عن الصورة لا تباين هذا الديجيطال لتنظر أكثر من نظام الانالوج هذه المحطوطة تلاحظون كثيرا الفرق فيها وباليها اسمها الـ Black Promist تظهر بالفلتر بالفلتر إذا أول ما تظهر فيه تشعر 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 بالحقيقة إذا تظهر فيه بالتفصيل تلاحظ أنه شوية مبرغل كانوا فيه جاي عليك أنه فيه غبرة رح جارب فيكو وتشوفوا إذا رح تقدروا تلاحظوا الفرق سأقلكن ماذا يفعل بـ Black Promist حسنًا 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 يأتي بهذا الشكل سيكون صعبًا لكي أرى لكن ماذا يفعل بـ Black Promist بـ Black Promist بكسر الشارب من الإمج بمعنى يجعل السكين سوفتر خاصةً يستعمل السكين بثور بنات لتجعل السكين سوفتر يقوم تذيب أن اسح شيئاً وبلاكككين بلاكككين ما يسمى ا Whenever I went to the 1-2 فيه فل ستوب وثو ستوب أنا حب استعمل الكوارتر اللي هو It's minimal It's there بس it's not in your face مش مزع جدا إذا زر رحت على ال one والtwo ببلش يبين كتير هيك هيك غلومي وهك مدر كيف I don't really like it So كوارتر أو eighth بزر كماندد فور عطول بستعمل كمانة إذا بتكون إذا عم بتسول مثلا الضو إذا في مثلا behind me any type of ضو بالسين It makes it هيك غلومي أكتر وبلوري حواليها أكتر ما بعض كل شي شار بحطة بس تتشوفوا الفرق إذا بتحكيلو تلاحظوا معا وبلايها This is without and this is with هيك بلايها وهيك معا I think الفرق بسيط بس It makes a difference Anyways وهلا عن جد خلصنا اليوم هيدا كل شي إن شاء الله كنت فدتكم شوية وعطيتكم شوية معلومات جديدة إذا حبيتوا بلايك سبسكرايب وشار 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 بلايك 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 بلايك